السلام عليكم ورحمة الله أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من لقاء خاص يعد ضيفنا الدكتور عبد الكريم بن محمد الحسن بكار أحد المؤلفين البارزين في مجالات التربية والفكر الإسلامي ولضيفنا الدكتور بكار أكثر من أربعين كتابا في هذا المجال لقي الكثير منها رواجا واسعا في مختلف دول العالم العربي وقد ترجمت بعضها إلى عدد من اللغات كما أن ضيفنا قدم للمكتبة الصوتية أكثر من مئة ساعة صوتية مسجلة ومنشورة في مكتبات التسجيلات الصوتية يحرص ضيفنا الدكتور بكار على أن يقدم رؤاه الفكرية والتربوية من خلال مشاركته الواسعة في مختلف الصحفي والمجلات العربية المتقصصة والعامة بالإضافة إلى ذلك لضيفنا نشاط مكثف على صعيد المحاضرات والندوات الفكرية والثقافية والدورات التدريبية وقد شارك في المئات منها في المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والبحرين وتركيا ولبنان ومصر والأردن وماليزيا والسودان وأغندا وأندونيسيا كما أنه قدم العديد من البرامج في الإذاعات والقنوات الفضائية بالإضافة لاستضافته في برامج عديدة على قناة الرسالة وقناة إقرأ وقناة الناس والتلفزيون السعودي من جهة أخرى قاد الدكتور عبد الكريم بكار مسيرة أكاديمية طويلة دامت 26 عاما بدأت عام 1976 في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم في السعودية لينتقل بعدها إلى جامعة الملك خالد في أبهى في عام 1989 وحصل خلالها على درجة الأستاذية في عام 1992 وليبقى فيها حتى استقال منها عام 2002 ويتفرغ بعدها للتأليف والعمل الثقافي والفكري حيث كان يقيم في العاصمة السعودية الرياض والآن هو ضيفنا في عاصمة تركيا الثقافية دعنا نقول معنا في الأستوديو في إسطنبول الدكتور عبد الكريم بكار مرحبا بك دكتور دكتور نحن في الحقيقة أمام قامة علمية وفكرية كبيرة ودائما ما تغرين المعرفة أو حب المعرفة للتعرف أكثر على ملامحها الشخصية وعلى هذه المسيرة الطويلة وما يقف خلفها من حوافز وعوامل دفع للعمل في هذا المجال خاصة في مجال التربية والفكر والقيم بهذه الطريقة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله شكرا لكم لتوفير هذه الإطلالة على جمهوركم الكريم وأسأل الله تعالى المعونة والتوفيق لنا جميعا دراستي كانت بعيدة شوي عن المألوف فأنا لم أحصل على الشهادة الابتدائية ولا على المتوسطة لأنني لما نجحت على صف رابع ابتدائي أهلي أرسلوني إلى معهد في حمص اسمه المعهد العلم الشرعي فدرست فيه خمس سنوات ثم انتقلت إلى معهد في دمشق معهد الفتح الإسلامي وهو إلى اليوم وكان في السابق أكثر من أفضل معهد الشرعية الأهلية في العالم الإسلامي درست فيه خمس سنوات أخرى فصال مجموعة عشر سنوات ثم انتقلت إلى الأزهر فقبلت أنا وزملائي في السنة الرابعة مباشرة في الأزهر لما درسنا العولى والثانية والثالثة وحصلت على البكالوريوس في الأزهر في اللغة العربية وأكملت الماجستير والدكتوراه أيضا في الأزهر نعم وانتقلت عام 76 إلى السعودية ودرست في جامعة الإمام محمد بن سعود ثم نفس الجامعة تحولت إلى جامعة الملك خالد من خلال اندماج جامعتين في أبا بقيت أكتب في اللغة العربية حتى أخذت درجة أستاذ نعم عام 1992 لكن كان هواي الحقيقة القديم هو الكتابة في الشؤون الفكرية والشؤون الحضارية نعم لما أخذت حصلت على درجة أستاذ في الجامعة قلت الآن أنا العوان للكتابة في القضايا الفكرية ومن ذلك اليوم كففت عن الكتابة في القضايا اللغة وتفرأت للكتابة في المسائل الفكرية والحضارية التربوية الدعوية في هذه المسائل نعم أذكر منذ الصغار كان عندي يعني شغف بالمقارنة فأنا أقارن حال أمة الإسلام بحال غيرها أقارن حال المدرسة التي أدرس فيها بحال مدارس أخرى أقرن أحاول أقارن بينه أوضاع أسرتي وأسر أخرى عندي هذه المقارنة وهذه أوجدت لدي يعني نزعة نقدية خليني أقول فأنا يعني كتبي يعني زاخرة بالنقد لأنني أعتقد أن الكاتب هو شبيه يعني يعني يشبه كثيرا الطبيب أنت لما تضج من الألم وتذهب إلى الطبيب لا تريد تنتظر منه أن يقول لك أنت ما عندك شيء توكل على الله صحيح لا تريد حلا نعم هو أنت تنتظر منه تشخيص ما لديك ووصف دواء التشخيص حقيقة دائما هو يعني النقد صحيح هو سيقول لك وزنك زاعد سيقول لك أنت أهملت الدواء الفلاني أنت لا تنام كثيرا أنت أنت هو سيعطيك تشخيص وتشخيص في نقد نعم في نقد وهذا كله من أجل العلاج من أجل العلاج وبالتالي فأنا منذ الصغر عندي هذه النزعة النقدية يعني وتجلت في كثير من كتاباتي نعم دعينا أتوقف دكتور هنا يعني هذه النزعة النقدية بدت واضحة عندما بدأت بالكتابة في مجال التربية والفكر بمعنى أنا لو نظرنا إلى عنوين الكتب فقط التي نتحدث عن يعني نحن نتحدث عن قرابة أربعين كتابا في مجال التربية والفكر عاد عن الدراسات المتخصصة باللغة العربية فنحن نتحدث مثلا عن تجديد الخطاب الإسلامي عن تكوين المفكر هي هكذا تجديد الوعي القراءة المثمرة كل هذه العنوين وراءها في الحقيقة مشكلات عميقة تعاني منها الشعوب والأمة العربية هي الكتابة أستاذ إذا لم تكن لحل مشكلة فلا معنى لها نعم حتى لو كتبت رواية المفروض حتى في رواية والتي كثيرا ما تقرأ للمتعة المفروض أنها تعالج مشكلة تعالج مدوان ما لأنها حتى تجتمل على رسالة فينبغي أن تعالج مشكلة نعم وبالتالي كل كتبي وأنا أول كتاب كتبته خارج نطاق اللغة العربية هو فصول في التفكير الموضوعي وهذا الكتاب إلى الآن الحمد لله كان طبع أكثر من عشر مرات يطبع ويباع ويقرر في بعض المدارس والمعاهد والحلقات العلمية لأن الحقيقة عالج مشكلة كبيرة وأذكر في وقتها قبل ثلاثين سنة نحن الآن قبل ثلاثين سنة كانت فكرة التفكير الموضوعي بعيدة جدا عن الساحة الإسلامية وعن النقاش العلمي وعن الحلقات التربوية كانت بعيدة جدا ولكن أنا كنت أشعر أنه ما لم نمتلك التصور الصحيح عن أنفسنا عن واقعنا عن تاريخنا عن أعدائنا عن حلفائنا ما عن الفرص التي أمامنا عن التحديات التي نواجهها ما لم نمتلك هذا التصور فإننا لن نستطيع أن نفعل أي شيء لأن هذا يعني أننا ما شخصنا الواقع وإذا لم نشخص الواقع فلن نستطيع وصف الدواء ووصف المخارج الصحيحة كتبتم ما يزيد عن ستين كتابا هل حاولتم في هذه الكتب أن تصف الدواء مع العلم دكتور يعني أو مع سؤال آخر هل تعتقد بأن هذا الجهد كان جهدا فرديا ولم يكن في سلسلة في حلقة من الجهد الجماعي لمجموعة أخرى من المفكرين والكتاب والمؤسسات الفكرية في العالم العربي والإسلامي ليس هناك مفكر يبدأ من فراغ دائما نحن نعتمد على كتابات من سبقنا ولكن يكون لنا رؤية جديدة نعدل نزيد ننقد ليس هناك في الدنيا كتاب هو يشبه حرفيا كتابا آخر لا شك ودائما بما أن الواقع يتغير واليوم هو يتغير بسرعة فمن الطبيعي جدا إذن نحن نغير في طروحاتنا الفكرية أنا أنسب نفسي إلى مدرسة ألفت فيها كتابا صدر مؤخرا لا أدري إن كان وصل إلى أسطنبول لكن على وشك الوصول اسمه مدرسة الوعي الحضاري أنا شخصيا أنتسب إلى هذه المدرسة الفكرية مدرسة الوعي الحضاري هي يعني لو أردنا أن خلينا نقول نعرف الوعي الذاتي مثلا نقول هو إدراك عميق للذات وللمحيط فلما أقول أنا الوعي الحضاري معناها الوعي بحضارتنا والوعي بالحضارات الأخرى التي ربما تتعايش مع حضارتنا ومع ثقافتنا نعي هذا ونحاول أن نستفيد ونفيد في الوقت نفسه فهذه مدرسة الوعي الحضاري التي أنا يعني جزء من نسيجها ومن تكوينها أعتقد أن ابن خلدون هو مؤسس هذه المدرسة اللي هو يعني مؤسس علم الاجتماع لدى المسلمين وأعتقد أنه في العصر الحديث عمدة هذه المدرسة هو مالك ابن نبي رحمه الله المفكر الجزائري العظيم والكبير ونحن في هذا النسيج وفي هذا السياق لا يعني هذا أننا لا نأخذ من الفكر السلفي أو الفكر الصوفي أو الفكر جماعة التبليغ لا يعني هذا ولكن صلب التوجه صلب العمل صلب الحركة هو في هذا الإطار إطار الوعي الحضاري نقد للوعي الحاضر بناء لوعي جديد محاولة الأخذ بأيدي الشباب وهذه نقطة مهمة الأخذ بأيدي الشباب إلى أن يفهموا عصرهم بشكل جيد ونزودهم بما نستطيع من العتاد الفكري والثقافي الذي يساعدهم على أن يعيشوا هذا العصر بكفاءة وبقوة يعطون أكثر مما يأخذون ويؤثرون أكثر مما يتعثرون وأنا الحقيقة في سبيل هذا الموضوع أعاني معاناة شديدة معاناة الشديدة هي أنني منذ مدة ليست قليلة وضعت لنفسي منهجا في الكتابة وهذا المنهج هو يقوم على يعني خليني يقول كسر المعادلة الصعبة كسر المعادلة الصعبة أن أوصل لقرائي مضمونا حديثا وراقيا وعميقا بأسلوب مبسط إذا أنا أوصلت لجمهوري وقرائي وهم بحمد الله كثر يعني أنا أمس متطلع على الفيسبوك يتابعني من باكستان أكثر من 200 ألف على الفيسبوك من أفغانستان اللي أنا ما كنت أظن هذا كان مفاجئ لي يتابعني منها الستين سبعين ألف على الفيسبوك وكثير من طلابي هناك يترجمون هذه المقاطع اللي أكتبها لغات أخرى وينشرونها عبر العالم الحمد لله فأنا المعادلة الصعبة هي أن أوصل فكر عميق لو أوصلت لطلابي وإخواني وزملائي لو أوصلت لهم فكرا سطحيا فأنا ما نصحتهم ولا عملت شيئا وإذا أوصلت هذا الفكر بلغة فلسفية كما يكتب كثير من الفلاسفة فهذا يعني أن جمهوري الذي أريد أن أصل إليه ينزل إلى أقل من واحد في المئة ربما نعم من المتخصصين والمفتمين لأن ألاحظ أن الفلاسفة كثيرا ما يكتبون لبعضهم وأنا الحقيقة مهمة رسالية مهمتي أن أوصل رسالة الإسلام والوعي بهذا الزمان أن أوصلها لأكبر شريحة ممكنة من المسلمين ما استطعت إلى ذلك سبيلا هل هذا مطلوب من المفكر دكتور أن يصل إلى هذه المستويات والشرائح من المجتمع هذا مهمة ثقيلة جدا على المفكر هذه مهمة ثقيلة بإمكان المفكر أن يقول أن مهمتي هي إبداع الأفكار هي إنتاج المفاهيم وسيأتي من يأخذ هذه المفاهيم ويبسطها وهذا ليس خطأ نعم لأن الحقيقة تبسيط المفاهيم دائما فيه نوع من الجور عليها مثل التلخيص لما أنا ألقي محاضرة وقل لك لخص ليها بصفحة أنت ستجور على المضمون يقينا صحيح أيضا أنا لما أسعى إلى التبسيط أكيد أكيد سأجور على المضمون ولكن إذا قارننا المفاسد والسلبيات التي تترتب على أن تخاطب عشرين شخص بدل أن تخاطب عشرة ألاف نعم والسلبيات التي تترتب على أن تجور على المضمون قليلا فبلاقي قضية الجور أقل أقل مفاسه لأن أعداد كبيرة من الناس الحقيقة بحاجة إلى التنوير وبحاجة إلى رؤية جديدة إلى رؤية جديدة للحياة يعني أنا أتأثر كثيرا لما أرى أبنائنا يموتون في البحار وهم ينشدون السفر إلى أوروبا ورأيتم في أفغانستان هذا المشهد الفضيع الفضيع سرت شائعة في البلد وأنه كل واحد يذهب إلى المطار يذهب إلى أمريكا مات ناس كثر في الزحام وقتلوا بالرصاص هذا ماذا يعني؟ يعني أن بلدا من بلاد المسلمين وكثير من بلاد المسلمين هي هكذا اليوم أصبح طاردا لأبنائه طب لماذا لا نرى مهاجرا أوربيا أو أمريكيا أو أستراليا أو كنديا ونرى المهاجرين دائما واللاجئين من بلاد المسلمين هذه قضية أنا أطرح عليكم هذا السؤال دكتور هذه قضية لأن بلادنا ليست جاذبة للعيش طاردة هي طاردة أصلا كان علي الوردي الدكتور علي الوردي رحمه الله يقول كلمة حلوة لا تخلوا من تعميم ولكن فيها يعني لأم له قال الإسلاميون إذا خيروا بين دولة لبرالية ودولة إسلامية يختارون الإسلامية ويعيشون في اللبرالية نعم هذا صحيح وهذا وقع الحال هذا وقع الحال يعني يقول لك يا أخي قامت لطالبان دولة للإسلام في أفغانستان طب تفضل روح عيش في أفغانستان لا يصلا يقول لك لا نعم معناها أنت ملك واقعي نعم أنا لذلك لما بسألوني إيران دولة ناجحة بقولون إيران ليست دولة ناجحة الدولة الناجحة اللي بتخلي المهاجرين من أبناءه يرجعونها يعني تركيا خلال 20 سنة الماضية رجع كثير من أبناءها من الخارج وفتحوا مشاريع هنا وأصبحت جاذبة نعم وصارت جاذبة للآخرين يعني يأتون يعيشون فيها فالدولة الناجحة أنا في ظني المعيار الأول لها أنها تجذب أبناءها للعيش فيها وتجذب الآخرين أيضا لا تطرده طيب لماذا بلادنا طاردة لأن بلادنا ليس فيها مقومات الحياة الطيبة الحياة الطيبة هي حلم لكل إنسان كل إنسان يريد أن يحيح حياة طيبة لا شك الحياة الطيبة بيكون فيها عدل بيكون فيها حرية وأقصد بالعدل الحري كل هذا اللي بدي أتكلمه يعني فيه قدر مقبول فيه قدر مقبول ما فيه عدل مطلق بين البشر ولا فيه حرية مطلقة ولا فيه يعني راحة مطلقة حتى في أوروبا في كل العالم في كل العالم لكن فيه شيء مقبول وفيه شيء غير مقبول فالحياة الطيبة تقوم أن الناس يشعرون وشعور الناس هو الأساسي إذا كنت حاكم شعوري أنا لا شعور جماهيري اللي عايشي شعوره هو الأساس شعور الناس أنهم يعيشون في بلد متوفر في قدر جيد من العدل والحرية والاستقرار والأمن والرخاء الاقتصادي والقدرة على مسائلة الحكومة التي يعيشون فيها يعني في مكافحة للفساد وفي حرية للرأي أستطيع أن أقول هذا غلط وهذا صوار وأستطيع أن أدعو إلى أفكاري ومبادئي أنا لست سائمة من السوائم أكل وأشرب وأتناسل وبعدين فقط حياة نباتية بهيمية لا أنا إنسان لمتطلبات روحية وفكرية والمفروض البيئة التي أعيش فيها تلبي لهذه المتطلبات لفقد عناصر الحياة الطيبة في معظم دولنا العربية والإسلامية تحولت معظم هذه البلدان تحولت إلى فئات طاردة لأبنائها إلى الخارج ليموتوا كما قلت في البحار وهم يتسولون هذا أيضا دكتور يدعم كلامك الذي دائما تقوله أنه نحن مشكلاتنا مشكلات داخلية وليس من أعدائنا الخارجيين وبالتالي أنت تبحث في كتبك عن حلول لهذه المشكلات الداخلية المشكلات الذاتية التي تعاني منها الشعوب والأمة الإسلامية يعني نحن عم نواجه مشكلة كبيرة في الفهم لدى شبابنا أو دائما كل تعميم هو خاطئ الإنجليز يقولون كل تعميم هو خاطئ حتى هذا التعميم فالتعميم خاطئ لكن كثير من شبابنا الحقيقة نحن نعاني من مشكلة هائلة معهم وهذه المشكلة هي الاعتقاد بأننا مشلولوا الإرادة مشلولوا القدرة ما لنا أي قيمة ما نستطيع أن نفعل شيء وأن الآخرين يتصرفون بنا وأن الآخرين وأقصد بالغرب تحديداً ومعهم إسرائيل كمان أن الآخرين لو تركونا وشأننا كنا بخير هذه الفكرة فكرة قاتلة هاي هاي من الأفكار المسمومة والسامة أفكار السامة لماذا؟ لما اقتتل المسلمون في صدر الإسلام لما تفككت الدولة الأموية تفككت الدولة والعباسية لما توقفت الحضارة الإسلامية عن العطاء ما كان هذا بفعل شرق ولا غرب لأننا نحن كنا الشرق والغرب نحن كنا الحضارة الظاهرة واللي علمنا العالم نحن قرون وأنا دائماً أقول ولا ولا أمل من هذا لا تسقط دولة كبرى ولا تسقط حضارة عظمى بفعل عدوان خارجي يسبق هذا العدوان الخارجي التحلل داخلي والعدوان الخارجي بيكون هو مثل المخرج يعني بيضع اللمسات وهذا وارد في تاريخنا دكتور عندما كان أحد جنود التتار يطلب من المسلم أن يبقى واقفاً حتى يعود لهم ليقتلهم يروح يدور على حجر ويأتي ليقتلهم مجموعة من التتار واحد التتري جاء وأمر امرأة تترية أمر مجموعة من المسلمين بالانبطاح وقتلهم وظنوها رجل يعني الوعي يعني في شيء خطير دائماً ما معناها ما في مؤامرة في فرق بين المؤامرة ونظرية المؤامرة هذا ما كنت سأسأل به مبعث هذا الشعور النفسي هو داخلي ذاتي من الأمة أم أنه أيضاً هناك دعاية رهيبة تمارس على أمتنا أنا أعتقد بعض الدعاة وبعض المفكرين الإسلاميين وبعض الاتجاهات الإسلامية أسهمت في هذا الموضوع دائماً الإنسان يحاول يتنصل من المسؤولية هذه فطرة عند الإنسان صحيح أنه أنا ما لعلاقة هم وليس أنا موجودة هذه عندنا من أجل حماية الذات من الانكسار من أجل الهروب من العقوبة من المسؤولية دائماً نبحث عن شماعة لكن هذا البحث عن شماعة لقيه هوا لدى بعض المفكرين والكتاب ولدى بعض الجماعات الإسلامية وعمقوا هذا لدى الشباب وهذا خاطئ هذا خاطئ أنت لما تقول ما نحن فيه هو بسبب عدوان خارجي أنت ترتكب خطأين شديدي الخطأ الأول أنك تعفي نفسك من المراجعة والخطأ الثاني أنك تعفي نفسك من المسؤولية نحن ما لمسؤولين أنا أقول فيه مؤامرة ولكن المؤامرة منقول 80% مما يحل بنا هو بما صنعته أيدينا و20% بسبب دفع وعدوان خارجي ضغط خارجي نعم موجود نظرية المؤامرة لا نظرية المؤامرة نحن جماعة جيدين نحن لو تركونا وشأننا لفعلنا وفعلنا وفعلنا لكن هم لا يتركوننا هذا مو صحيح يبدو ذلك واضحا في مثال دكتور لكتاب مشهور عن كل قطاعات الأمة بروتوكولات حكماء صهيون ليأتي الدكتور رحمة الله علي عبدالوهاب المسيري فيقوم بنصف هذا الكتاب بكتاب آخر لا أصل لهم لا أصل لهم لا أصل لهم إنما نحن وهذا الكتاب يعني صار يمكن طبع منه مليون نسخة مئات نعم والناس عم يقول لك أخي الوضع ليس كذلك اليهود مثل على سبيل المثال ليسوا عباقرة ولا شياطين ليسوا عباقرة يعني مو كل يهود هو عبقري نعم الله جل وعلا لما وزع الذكاء على الأمم وزعه بالتساوي ما في شعب ذكي وشعب غبي لا شك كل شعب فيه كفايته من الأذكياء والأغبياء لكن في شعب بتقف نفسه بيعمل جامعات جديدة عمل تكيز بيعمل مراكز أبحاث وفي شعب أمي لا يستويان فبالتالي يعني هاي قضية نظرية المؤامرة أنا أرجو من كل المثقفين أن يركزوا أن يركزوا على هذا الموضوع نحن لا ننفي وجود مؤامرة لكن المتآمر الأكبر علينا هو نحن هو نحن يعني هاي الانتخابات اللي صارت في المغرب قبل يومين وصار فيها تلاعب وصار فيها تزوير وصار فيها في شعوب مغفلة وهناك من يستثمر في غفلة الشعوب هناك شعوب عندها نزعة طائفية وعنصرية وهناك طائفيون يستثمرون في هذه النزعة فإذا في قصور ذاتي نعم في قصور ذاتي هو علة العلل بالنسبة لأمة الإسلام ويجب أن نسلط الضوء على هذه العلة بدون ملل نسلطه أكثر إن شاء الله للحديث بقية بعد فاصل قصير إن شاء الله الدكتور عبد الكريم بكر الكاتب والمفكر الإسلامي نتابع حديثنا معه إن شاء الله بعد فاصل قصير فتفضلوا بالبقاء معنا موسيقى موسيقى مشاهدين الكرام ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو عشرة آلاف وسبعمائة وسبعة وعشرون الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات أهلا ومرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين إلى هذا اللقاء الخاص مع الدكتور عبد الكريم بكر الكاتب والمفكر الإسلامي مرحبا فيك دكتور حياكم الله دكتور توقفنا قبل الفاصل عند نقطة مهمة وهي طبعا كمثال نأخذها على واقع الأمة وأحوال الأمة خاصة ما بعد عصر الثورات العربية بعد 2010-2011 ما حصل فيه كما تفضلتم في المغرب كمثال يعني وما يحصل في تونس وما حصل في مصر من قبل وفي مختلف الدول العربية دليل على ماذا بالضغط؟ هل هو دليل على حالة صراع أو نزاع داخل قطاعات أو شرائح الأمة؟ نحن لدينا حكومات ولا أعمم حكومات متجبرة متجذرة في الفساد والفساد متجذر فيها ولدينا شعوب مهمشة وعيها محدود قدرتها على التضحية من أجل كرامتها وحريتها محدودة إدراكها لواقعها وللمخرج من هذا الواقع أيضا محدود يعني هي تحتاج إلى إعادة تثقيف إلى إعادة تثقيف هذه هي الحقيقة هذه هي المشكلة من طبيعة أي دولة أن تتغول هذه من طبيعتها بل من طبيعة الإنسان إن الإنسان لا يطغى أن رأاه استغنى بمجرد أن يجد عنده قوة هو مستعد للتمدد على حساب الآخرين وفي أرض الآخرين وفي حقوق الآخرين الدول أيضا من طبيعتها التشوق إلى انتلاك المزيد من السلطة والمزيد من التحكم كما تفعل إيران مثلا في العالم العالم من الذي يوقف هذا؟ من الذي يوقف تغول الدولة؟ الذي يوقف تغول الدولة هو المؤسسات هو الأحزاب هو مؤسسات المجتمع المدني هو الصحافة الحرة هو الوعي الناس أنه أنتم بهذا الكلام تلعبون علينا وتخدعوننا هو هذا اللي بيوقف تغول الدولة إذا هذا ما كان موجودا فالدولة ستتمدد وتتغول وهذا يؤدي بالتالي بشكل طبيعي إلى زيادة تهميش المجتمع يعني بتحول المجتمع بدل ما يكون مجتمع يتحول إلى حشد أجسات يعني الآن نحن في الطائرة لن نركب ساعتين مع بعضنا ما بيقدر قول هذا مجتمع الطائرة الطائرة ما في مجتمع في الطائرة اللي نايم واللي عم يقرأ واللي عم يأكل واللي عم يتحدث مع صديقه والغاضب ما هو مجتمع هذا حشد أجسات وضعه في مكان لمدة ساعة للضرورة للحاجة المجتمعات لما ما بتأخذ دورة الإصلاحة ولذلك أنا أقول لما نحن نربي لو عرجنا على التربية شوي نعم نحن لما نربي نربي لثلاثة أهداف أساسية الصلاح والنجاح والمشاركة في الإصلاح نحن نريد جيل صالح بالمعايير الشرعية ناجح بالمعايير الدنيا والشارك مشارك في الإصلاح لأنه لا يتم صلاح المسلم عندنا حتى يشارك في الإصلاح حتى يصبح مصلحا نعم لازم يكون له من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعمل الخيري والنصح والتأثير في الآخرين يجب أن يكون له دور إصلاحه وإلا فإن صلاحه ناقص ناقص لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه نعم النهي عن المنكر هو مساهمة اجتماعية وهو نقد وهو إيقاف للشرور فإذا تخلى الناس عن هذا يتمدد الشر يتمدد وهنا دكتورة توقف سمعت لك كثيرا من اللقاءات تدعو فيها إلى التالي تدريس علوم التفكير من سنوات الابتدائية والوعي التاريخي وتقول أنهما أمران مهمان جدا لهذه الأشيال طالما نتحدث عن التربية وعن الجيل الحالي يعني أنا أملي أنه تكون هذه الرسالة تصل للناس إن شاء الله مسألة التفكير الحقيقة وأنه نحن نعلم تعليم يقوم على التفكير وليس على التلقين هذه قضية في منتهى الأهمية نحن نظن أن التفكير هو شيء للكبار هو شيء للصغار أيضا قبل الكبار في بريطانيا أجريت تجربة على طلابه في صف خامس ابتدائية يعني في سن الإدعاش مجموعة تلقت تدريب على التفكير الموضوعي والعلمي ومجموعة لم تتلقى تدريب ووضعت المجموعتان وضعتها في مكانين ووجه لهما سؤال واحد ما هو هذا السؤال هل من المصلحة العامة أن تدفع الحكومة رواتب مرتبات لطلاب الابتدائي هل في هذا مصلحة ولا ما فيه سؤال مهم مهم جدا الطلاب الأطفال الذين لم يتلقوا تدريبا على التفكير قالوا ما في أحسن من هيك واحد قال أنا بيشبع الشوكولاتة واحد أنا بيشتري الكرة من المحل الفلاني واحد أنا بيشتري دراجة واحد قال أنا بيوفر فكانوا معجبين جدا بالفكرة الطلاب الذين تلقوا وهم بسن الإدعش تلقوا تدريب على التفكير كان جوابهم لا ليس من مصلحة الدولة أن تعطي مرتبات للأطفال لماذا؟ قال لأنها هي الدولة من أين ستأتي بالمال؟ ستأتي به من الضرائب يعني ستأتي بالمال من ضرائب من الآباء من الكبار ليعطوها للصغار يعني سيأخذون المال ممن يحسن التصرف به ويعطونه إلى من لا يحسن التصرف به ولذلك ليس من المصلحة إعطاء الأطفال مرتبات هذا اللي أنا أقول أنه نحن المفروض من الروضة لأنه ما من قضية معقدة إلا ويمكن تبسيطها من الروضة مفروض مبادئ التفكير القوي يعني أنا أعرف طفل من أقربانا أمره ثلاث سنوات كان أربع سنين ثلاثة أو ثلاثة أعطيته سكرة منها ما يسموها؟ سكرة سكرة قلت له يا أسامة خذ هذه قال لي لا هذه بتسويس الأسنان قلت له هذه بتسويس الأسنان؟ قال لي لا بس إذا واحد تكتر منها بتسويس الأسنان هذا تفكير هذا هنا عم بيحكي في النسبية هو هنا الآن تكلم في النسبية من ثلاث سنين أنا أؤكد على هذه القضية قضية التفكير وقضية الوعي التاريخي وأنا صدر لي كتاب قبل شهرين ثلاثة كتاب التاريخ كيف نفهمه وكيف نستفيد منه في شيء ثلاثمائة وسبعين صفحة تقريبا وجزء كبير من الكتاب كان عن الوعي التاريخي كيف نعي التاريخ أنا أعتقد أننا لا نستطيع أن نفهم قضية التخلف المفكرون كلهم يشتغلون الحقيقة كعمل الأطباء تماما توصيف الواقع الحضاري وإيجاد حلول ووسائل وأفكار لتحسين هذا الواقع والخلاص من التخلف نحن لا نستطيع أن نفهم مسألة بعمق إلا إذا فهمنا تاريخها لا شك ولذلك أنت الآن عندك لما ذلك توظف واحد تقول له هتل السير الذاتي طبعا وقل لي الله يخليك من أول ما تخرجت من أين درست ومن أول ما تخرجت وين اشتغلت الخبرات ولا تكتفي تتصل على الشركة أو أكثر اشتغل فيها فلان اشتغل عندكم نعم شو انطباعكم عنه والله يا رجل جيد والله يا رجل طب ليه؟ ليه هذا؟ هو أمامك قال هو وجوده أمامي لا يكفي لإعطائي صورة واضحة عنه لابد أن أعرف تاريخه وماضية حتى أمس كتبت عبارة إذا أردت أن تعرف مستقبل بلد خلال العشرين سنة القادمة انظر إلى أوضاعه خلال المئة سنة الماضية لأنه لا يستطيع أن يتخلص من تراث مئة سنة بفترة قصيرة هذا تراث فكري ونفسي واجتماعي ضارب الجذور سيظل يعمل فترة طويلة وينتج نفس الحالات القديمة التي كانت موجودة نعم قراءة التاريخ والوعي به مسألة خطيرة جدا دكتور وأنت كتبت فيها كتابا أذكر أن أستاذنا في الجامعة في مرحلة الماجستير حدثنا عن قصته عند عودته من العراق كان قد أنهى دراسة الدكتوراه من العراق في عام 2002 ربما وعندما عاد من العراق في معبر رفح كان الاحتلال الصهيوني موجودا هناك فقابل الضابط المخابرات الموجود وإذ بالضابط يقف للتسليم على هذا الدكتور ثم لما جلس وتكلم في هذا الموضوع قال له الضابط هل تعرف لماذا وقفته لأسلم عليك قال له لا أعرف قال لأنك تحمل درجة علمية أعلى من درجتي أنا أحمل ماجستير في التاريخ وأنت تحمل دكتوراه وهو ضابط مخابرات بالمناسبة يعني ما علاقة ضابط المخابرات وهذا الترحيب جزء من عمله بلا شك لذلك دكتور أنا أريد أن أبقى في هذه النقطة هي نقطة في منتهى الأهمية يعني أنا عندما أنظر إلى بعض الكتب إلى أبنائي وبناتي خمسين شمعة لإضاءة دروبكم تأسيس عقلية الطفل دليل التربية الإسلامية التربية الرشيدة كلها عنوين تصب في مرحلة الطفولة لأنك مؤمن بأن هذه مرحلة مهمة للغاية سؤالي هل يتحول هذا العمل إلى عمل مؤسسي بمعنى كيف يمكن أن يستفاد منه لدى المدارس والمؤسسات المعنية بالطفولة أنا كنت أدعو من زمان من مدة بعيدة حقيقة كان لي طلب متواضع من رجال الأعمال وهو أن يستثمروا في رياض الأطفال في رياض الأطفال لأن الخطوط العميقة في شخصية الطفل ترسم في السنوات الخمس أو الست الأولى يعني في هذه السنوات يتعلم الطفل يتعلم الجدية أو يتعلم الكسل يتعلم الصبر أو يتعلم الملل يتعلم النظام أو يتعلم الفوضى يتعلم النظافة أو القذارة يتعلم الطاعة أو التمرد يتعلم اللطف أو يتعلم الخشونة كلها بتعلمها يعني هذه مرحلة تأسيسية للذات ولذلك في إسرائيل من زمان من أكثر من 25 سنة اتخذوا قرار أنه مرحلة الروضة هذه الدولة بتقدمها بتقدمها من سن ثلاث سنوات أربع سنوات الدولة بتقدم هذا التعليم الزامي لكلنا لأنهم اكتشفوا أن معظم الأسر اليهودية غير قادرة على تربية أبناءها تربية توراتية عبرية غير قادرة على هذه التربية وبالتالي قال الدولة تربيهم وبالتالي أنا في اعتقادي أنه التربية في الأساس هي تحويل الأفكار إلى سلوك نعم لكن بما أن معظم الأسر معظم الأسر غير قادرة حقيقةً غير قادرة على أن تربي أبناءها وبناتها التربية التي نريد والتربية المطلوبة لهذا الزمان لأنه هي ما هي معاصرة ممكن للأسر مثقفة في عنا بعض بلدان إسلامية نسبة الأمية فيها 30 و 40 و 50 بالمية يعني امرأة أمية كيف ستربي تربية معاصرة بأي طريقة لا يمكن فبما أن الأسر غير قادرة على القيام بهذه المهمة فالمفروض ننقلها للمؤسسات والمؤسسات الأساسية المسؤولة عن هذا الموضوع أولا المدارس وثانيا وسائل الإعلام المدارس طبعا في محاضن تربوية أيضا ممكن تأخذ نفس دور المدارس لكن المدارس وسائل الإعلام هي المسؤولة بشكل أساسي عن تنشئة الشخصية السوية لأبنائنا وبناتنا نعم طيب دكتور ننتقل إلى محور آخر لأهميته واقع الإسلام اليوم ونهضة الواقع الإسلامي في ظل التحديات الراهنة من الأشياء التي طالما ركزتم عليها هو معركة المفاهيم ودائما تقولون أن هذه المعركة هي معركة جوهرية جدا لدى الأمة الإسلامية منذ عهد الصحابة حتى هذا اليوم ولابد أن تكون هذه الوعي بالمفاهيم يصل إلى كافة شرائح الشعوب العربية وليس فقط في النخبة العربية لماذا؟ لأننا إذا اختلفنا في المفاهيم سواء عن هل يمكن الاتفاق في المفاهيم دكتور؟ فيه اتفاق وفيه مقاربة 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 يعني مثلا لما أقول لك أنا مفهوم الالتزام تقول لي فلان شخص ملتزم أنا أذكر قبل صحبة الإسلامية بالخمسينات والستينات كان الناس كان رئيس الجمهوري إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم يعتبر هذا إنسان كتير ممتاز نحن الآن أنا لو بقرأ لي عشر سور من القرآن وبيكون هو مضلة للفساد كل قراءة القرآن هاي هي حجة عليه ولا أنظر له بأي قيمة لا شك لماذا؟ لأن نظرتي للتديون غير نظرة الناس كان الناس فيما مضى إذا واحد صلى العيدين بيقول لك خير وبركي معناها غير ملحي صحيح أول جمعة أول جمعة اليوم صلاة الجمعة لا تغني عن صلاة الفرائض وهو هادم يعني لعماد من أعمدة الإسلام أو عماد عظيم من أعمدة لثاني ركم بعد الشهادتين فنحن لما نختلف في تعريف الالتزام في تعريف الجريمة في تعريف الاستبداد في تعريف النجاح في تعريف الفشل في تعريف الكسل في تعريف المثابرة لما منختلف في هذه الأمور أنا دائما أقول المصطلحات هي مفترق طرق إذا اختلفنا في مصطلح منكون تماما مثل واحد أنا أقول لك مكة من هنا وأنت تقول لي لا مكة من هنا طيب كيف سنصل معا إلى مكة واحد مننا سيصل إلى مكة أو لا يصل الاثنان نعم لكن بالتأكيد لن نصل إلى مكان واحد ما كان كل ما دام كل واحد مننا يتجه يتجه إلى جهة وبالتالي من أعمال المفكرين والفلاسفة هي إنتاج إنتاج المفاهيم بل ورث المصطلحات شرح المصطلحات ومن مهمات المصلحين والدعاة والمثقفين بشكل عام جمع الناس على هذه المصطلحات وتوضيحها وشرحها لهم حتى يصير فيه لدينا فهم مشترك ليه الواقع وفهم مشترك لما يجب عمله نعم يعني الآن لما نحن ننخلط فيه مشروع من المشروعات الآن أنا بعرف بعض المدارس الأسبوع الأول ما بتدرس فيه الأسبوع الأول يجلس الأهالي والطلاب والمدرسون ليشرحوا فيه نظم المدرسة وطريقة التعامل وأخلاقيات المدرسة وما هو المطلوب من الأسرة مفاهيم يعني مفاهيم نعم وقوانين وقوانين شرح لهذا الموضوع كيف يعني لأن المدرسة والبيت يعملان على جهاز واحد هذا هو الجهاز هو الطفل طيب نحن أثنين سنعمل على هذا الجهاز يجب أن نتفاهم كيف نعمل ونفهم كيف يعمل أصلا هذا الجهاز عملية الإصلاح دكتور يعني ما تفضلت به جزء من عملية الإصلاح الشاقة والصعبة ليس فقط في البيت أو في المدرسة أو في المؤسسة إنما لدى الأمة وقطعاتها بشكل عام ما دور النخبة هنا في عملية الإصلاح؟ دور النخبة مثل دور قائد السيارة لما بيكون فيه باص وفيه ركاب وفيه سائق هذا الباص بدون سائق اللي معه بجيبه المفتاح الباص ما بيتحرك نعم ولو بقي الركاب في مئة سنة سيبقى الباص في مكانك نعم فالنخبة الحقيقة هي اللي تنتج المفاهيم وهي التي تثقف الناس ولذلك الحقيقة مسؤوليتها كبيرة نعم يعني لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم فلذلك كان ثواب المصلح وثواب الداعية يعني أنت لما تهدي إلى خير تحث واحد على أن يحفر بئرا نعم حفر بئر كل حسنة تسجل له يسجل لك مثلها لأن الساعي في الخير كفاعله وبالتالي فمسؤولية النخبة مسؤولية ما بدي يقول وحيدة نعم في النهاية كل واحد مسؤول عن نفسه لكن هي المسؤولية الكبرى الحقيقة نعم والجوهرية والأساسية ويجب أن يكون هناك تفاهم بين النخبة على الخطوط المشتركة نعم وعلى الأطر المشتركة حتى ما ندخل في صدامات داخلية تبدد الطاقات التي لدينا وتوقع الناس في الحيرة وفي اليأس من الأصلاح وهذا ما جرى مع ثورات مثل الثورة السورية دكتورة على سبيل المثال موضوع النخبة والقيادة التي اختلفت وتوزعات أكيد الحقيقة نحن في العالم العربي كنت أمس كان عندي ضيوف من عدد من الدول نعم فقلت لهم نحن في العالم الإسلامي نعاني من مشكلة هذه المشكلة أن الجسد كبير والرأس صغير وكما كان يقول أظن رشيد رضا في الأمة خير كثير والعز أو العيب أو يعني في القيادة المشكلة في القيادة المشكلة في القيادة لماذا؟ لأن نحن ما لدينا مؤسسات تعليمية تخرج قادة فكر وصناع رأي طيب لماذا ليس لدينا؟ لسببين السبب الأول أنه ليس لدينا عدد كاف من الجامعات المرموقة لأن وعينا وهذا كثيرا ما أركز عليه إذا رأيت في كتبي وعينا مفتون بالكم الحمد لله نحن عندنا عشرة آلاف طالب هذا المسجد ممتلئ وعينا مفتون بالكم ولا نتجه إلى الجودة والنوعية والكيفية وبالتالي ما عندنا جامعات مرموقة أندر من النادر الجامعات المرموقة فهي لا تخرج نخب بالمعنى الصحيح حتى موظفين الآن جامعاتنا ما عم تستطيع تخرج موظفين ولذلك الخريج بروح يعمل فترة تدريب نصف سنة أو إلا سنة حتى يستطيع يدخل سوق العمل حتى موظفين غير قادرة فإنها لا تخرج لا مفكرين ولا رواد ولا دكتور نحن على ذكر المفكرين عندما طلبتم منكم إحضار بعض الكتب طبعا كتب ما شاء الله عشراته كتب من الصعب إحضارها لكن أحضرتكم كتاب تكوين المفكر هذا كتاب مهم جدا هو موجود في مكتبتي منذ فترة طويلة وقرأته وهو كتاب مهم وهو أيضا في الحقيقة هذا الكتاب كان هدية خليني يقول لطلاب العلم للأسف لأن قضايا المطلقية والنسبية ومن هو المفكر وصفات المفكر والفرق بين المفكر والعالم والمفكر والداعية والمفكر والمصلح مثل هذه المعاني ليست موجودة لا تدرس فأنا قلت هذا يشكل مثل ثقافة ثقافة تكميلية للثقافة التي لتلقاها أبناؤنا وإخواننا في الجامعات نعم أساسيات في نظام الحكم في الإسلام وهذا الحقيقة يعني جاءني بكثير من المتاعب ولكن أعتبر مؤسس الآن في هذه المرحلة لأن هناك أشخاص كثيرين لا يعرفون طبيعة الحكم في الإسلام فيظنون أن نفس الآليات التي اتبعت قبل ألف سنة تصلح اليوم ولذلك أنا أحببت أن أقول وهناك كتب تضرب على نفس هذا الوتر ستخرج إن شاء الله قريبا الدولة في الرؤية الإسلامية هي ليست من باب المقاصد هي من باب الوسائل ومن طبيعة الوسائل دائما التغير القيم هي التي تثبت قيمة الحرية قيمة العدالة قيمة الشورى هذه التي تثبت أما الوسائل كيف نشكل الدولة ما هي صفات رئيس الجمهورية هذه كلها هذه كلها وسائل لذلك سبب من الطبيعة نسبب متاعب كثيرة لأن هناك اختلاف بالمفاهيم واضح تفكيك ثقافة الغلو هذا كتاب في منتهى الأهمية هذا الحمد لله ترجم إلى عدد من اللغات ترجم إلى الآن أعتقد إلى ثلاث لغات جملتها الإنجليزية الكتاب هذا الحقيقة رد على البلاء الذي أصابنا من داعش والقاعدة هذا التشويه الهائل الذي أحدثوه هذا الصدع الهائل الذي أحدثوه في وعي الشباب وإلا كيف يأتي 22 ألف شاب من أوروبا من مسلمي أوروبا ليقاتلوا مع داعش 22 ألف شاب فهذا الكتاب الحقيقة كان هو للتوعية من مخاطر الغلوب ومخاطر التطورف واستخدام العنف كوسيلة للإصلاح دكتور أخيرا دعني أتوقف مع سوريا وما جرى فيها والمستقبل المتأمل أو المأمول لسوريا في ضوء كل ما جرى خلال السنوات الماضية أنا أعتقد أن ثورات الربيع العربي كلها كل ما يمكن أن نسميه ثورة هي مشكلاتها واحدة وواجهت عدوا واحدا وأمانيها وشعاراتها واحدة كل ثورات الربيع العربي بدون استثناء بدون استثناء كانت تهدف إلى الخلاص من الاستبداد ونيل الناس لحريتهم وكرامتهم عدالة وحرية وكرامة نعم كلها نعم وكل شعاراتها هكذا وأعتقد كل ثورة في الدنيا ثورة بالمعنى الصحيح هذه القضايا بتكون من أهم مطالبها نحن ثورتنا مو ثورة جياع كنا شبعانين ما عندنا جياع ولا حد جاب سيط الخبز ثورتنا نحن محتاجون للكرامة ومحتاجون للحرية ومحتاجون للعدالة للعدالة النظام الطائف اللي عم يحكم في أي بلد أول شيء يجعل الناس يفقدونه هو العدالة لماذا؟ لأن التوظيف والفرص ما تصبح على أساس الكفاءة تصبح على أساس الولاء هذا من جماعتنا خلاص بيأخذ وظيفي من غير جماعتنا ما له شيء هذا ظلم وهذا في إهانة للإنسان هذا في إهانة بمجرد أن يفقد الإنسان العدالة يفقد معها الكرامة وكيف إذا فقد معها الحرية ما بيستطيع يكتب كلمة ولا يفعل شيء ولا يشكل حزب ولا ينقض شيء فالمشكلات اللي واجهناها هي أول شيء أننا قمنا بثورات ببراءة كبراءة الأطفال ظنين أنه في أحد في العالم يقف ضد الحرية نعم تبين وهذا بسبب غياب الوعي التاريخي بسبب الوعي التاريخي نعم غياب الوعي نعم أنه في أحد ضد العدالة نعم وفي ناس ضد الكرامة وضد الاستقرار وضد الأمال ضد كل شيء نعم طلعتنا الدولة العميقة وطلعتنا الثورات المضادة وأيضاً في عندنا قصور ذاتة نحن في الثوار أنه ما عم ندرك الأرضية المشتركة التي يجب أن نقف عليها لنوحد الجهد الثوري نعم ما في هذا الإدراك الكافي لدى كثير من الثوار الحديث طبعاً دائماً بقية معكم دكتور إن شاء الله في لقاءات مقبلة أشكرك جزيلاً دكتور عبدالكريم بكار وهذه الساعة لا تكفي بكل تأكيد لكن ما شكراً على هذه الإطلالة طيبة عبر قناة الرافدين الأستاذ الدكتور عبدالكريم بكار الكاتب والمفكر الإسلامي شكراً لك شكراً لكم لحسن المتابعة زان المشاهدين وتذكروا دائماً إن ينصركم الله فلا غارب لكم السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة شكراً لكم